ما هي الفيروسات التاجية كورونا الجديدة؟ اطلق على المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد الذي ظهر لأول مرة في اوهان الصينية اسم مرض الفيروس التاجي 2019 او بالانجليزية COVID-19 والاسم الانجليزي للمرض مشتق كالتالي CO هما اول حرفين من كلمة كورونا وVI هما اول حرفين من كلمة فيروس وD هو اول حرف من كلمة مرض او بالانجليزية disease ينتقل الفيروس عبر الاتصال المباشر بالرذاذ التنفسي الصادر عن شخص مصاب وملامسة الاسطح الملوثة بالفيروس ويمكن لفيروس COVID-1 ان يعيش على الاسطح لعدة ساعات ولكن يمكن القضاء عليه بمسح الاسطح بالمطهرات البسيطة لكن COVID-19 لا يمكنه ان يمسح بشكل بسيط تتشبه هذه الاعراض مع اعراض الانفلوانزا والزكام العادي وهما اكثر انتشارا بكثير من مرض COVID-19 ظهرت لغاية الان حالات قليلة نسبيا من مرض COVID-19 بين الاطفال وهذا الفيروس فتاك في حالات نادرة ولغاية الان كان معظم ضحايا من المسنين الذين يعانون اصلا من المشاكل الصحية للوقاية استحب طفلك للحصول على رعاية طبية ولكن تذكر ان الوقت الحالي هو موسم الانفلوانزا في النصف الشمالي للكرة الارضية وان اعراض مرض COVID-19 من قبيل السعال او الحمى تشبه اعراض الانفلوانزا او الزكام العادي وهما اكثر انتشارا بكثير اغسل يديك بصفة متكررة خصوصا قبل الاكل وبعد التمخط او السعال او العطس وبعد استخدام الحمام استخدم مطهر يدين يحتوي على الكحول بنسبة لا تقل عن 60% واغسل اليدين دائما بالماء والصابون اذا ظهر عليهما اتساخ ونظرا للفوائد المتأتية من الرضاعة الطبيعية والدور الهامشي للبان الام في نقل فيروسات الجهاز التنفسي الاخرى يمكن للام واصلة تقديم الرضاعة الطبيعية بينما تلتزم بجميع الاحتياطات الضرورية مفاهيم مغلوطة حول الفيروس الجديد البرد والثلج لا يمكن ان يقتلى فيروس كورونا المستجد تصل قطيرات الجهاز التنفسي الى متر واحد من الشخص الذي يسعل او يعطس فيروسات كورونا هي فيروسات لا تنتشر عن طريق الهواء لمسافات طويلة لا ينبغي اعادة استعمال كمامات الوجه بما فيها الكمامات الطبية البسطحة او الكمامات من فئة N95 رش الجسم بالكحول او الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل بل قد يكون ضارا بالملابس او الاخشية المخاطية كالعينين والفم من الجيد غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الاليفة ويساعد ذلك على الوقاية من العديد من الجراثيم الشائعة لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات بل تقضي على الجراثيم فقط اي مرض لا يمكن تصنيفه كوباء الا عندما يتمثل بزيادة مفاجئة في الحالات المرضية او في المرض الذي يمكن ان يكون متفردا في دولة واحدة او مجتمع واحد تنتشر الامراض في زمننا الحاضر بشكل سريع جدا وهذا يعود لسبب بسيط وهو اننا نعيش على هذا الكوكب بكثافة سكنية اكبر من اي وقت مضى وتبقى المقولة الثابتة درهم وقايا خير من قنطار علاج اشتركوا في القناة